اشتركوا في القناة الحرب الأمريكية الإسرائيلية الشاملة على قطع غزة بالأمس كان فيه خطاب لأمين عن حزب الله وحمل فيه المسؤولية أيضا الكاملة لأمريكا للولايات المتحدة الأمريكية وقال بأن إسرائيل هي الآدات طبعا كان فيه توقعات كبيرة حول خطاب السيد نصر الله البعض اعتبر أنه يمكن سيعلن الحرب من خلال هذا الخطاب البعض اعتبر أنه سيطلق مواقف أكبر من التي أطلقها لماذا كانت هذه التوقعات كبيرة؟ وبرأيك كقراءة أولية لهذا الخطاب كيف يمكن وصفه؟ أولا سيد حسن نصر الله دائما عنده ما يسمى الخطاب الفصل أو فصل الخطاب يعني ما فيه كلام بيطلع من عنده إلا ما طبعا أحيانا بيطلعوا بقول هوني تقدير غلط هوني أخطأنا ولكن كلامه يبنى على معلومات وعلى مسنود إلى معطيات جيوسياسية معطيات شعبية معطيات البيئة لذلك كان مبارح كلامه طبعا الناس متوقعة من أول يوم وقعت الحرب على غزة أنه تحت شعار وحدة الساحات تحت شعار وحدة البندوقية تحت شعار قضية فلسطين أنه دغري مباشرة حزب الله بده يفتح حرب أنه كانوا يسألوا عن الحرب الواسعة وإذا تتوسع الحرب مثل أي حرب بتبلش يعني الحرب بلشت بسورية تنقل أزمات أحداث اعتبروها صورة سلمية وده وصلنا لحرب دخلت فيها أمريكا وروسية وإيران ودول كتير نحن بلبنان بلشت حرب داخلية أهلية بلشنا ببوستي تعرف ماني صلنا بنيو جيرسي بالتمانينات فإذا الحرب ما إلى توقيت وما في حدا يتحكم فيها تبدأ الحرب بس نهاية مش معلومة لذلك السيد حسن بيرح بخطابه كان خطاب موضوع عقلاني بيوصف الواقع وأنا أهم ملفتني بخطابه هو فلسطينية المعركة هذا كانت أهم نقطة أنا برأيي لأنه مش حماس أو غزة أو جبهة لبنان أو لبنان هي عم تشتغل عند دول تاني في دول تاني صديقة في فئات لبنانية كلهم عند دخلين بمحاور أو بصدقات لذلك مبارع سيد حسن صلى ركز على فلسطينية المعركة واعتبر أنه هاي المعركة تخطيط وتوقيت وتدريب وتسليح هي فلسطينية بالمئة لأنه هي الأساس كل الأزماتنا بالمنطقة كل حروبنا كل مشاكلنا كل يعني المشاريع اللي عم تنعمل بالمنطقة كلها سببها اغتصاب فلسطين خارج إذا ما عرفنا السبب مشان هاي كمبارع سيد حسن كان نطفل منه يقول كده هو هو ترك الاحتمالات مفتوحة صح وهو الخيارات أيضا قال نحن نخوض حرب موضعية موقع عسكري مقابل موقع عسكري وسمى يعني في 16 موقع عسكري وسكنات وقاليات وفي 120 أتيل إسرائيلي بين أتيل وجريح 120 إضافة أنه هاي المعركة اللي هني عم بيقولوا حزب الله ما دخل فيها هو بقلب الحرب هو بقلب الحرب وضحى وفسرى وقلن يعني كل هذا اللفت الحاصل هلأ كيف تتطور حط شرطين لتطور الحرب صح وقف الحرب على غزة وأن تنتصر حماس يعني هيدا هو اللي حدد أنت صار حماس ثاني شيء إذا أي مغامرة قامت إسرائيل فيها فإذن أنه هاللي كل عم يحكي على الخطاب أنه متمنى أنه والله ينزل حزب الله بالمعركة ويقوم ساعتها دقرق إسرائيل تطلع طياراتها وتقصف جنوب تقصف الضحي وتقصف لبنان وتدمر لبنان وهكي بينبصوا ويخلصوا من المقاومة وبنتنتصر إسرائيل هيدا اللي كانوا أنا برأيي هكي قريت أمنياتهم ورغباتهم هكي رغبات عند البعض اللي شايف أنه السيد حسن نصر الله ما أعلن شيء كان محلل بالعكس يعني كيف أيضا تحليل تقول بأنه كان سيد حسن نصر الله يعني مفكر استراتيجي بهذا الخطاب وديبلوماسي أكتر منه أنه من يعني اللي كانوا متوقعين أنه يذهب إلى الحرب ويعلن الحرب اليوم قال أنه كل الاحتمالات مطروحة وكل الخيارات مفتوحة ويمكن أن نذهب إليها بأي وقت من الأوقات اليوم يعني حتى البعض أنه تطمن من خلال كلامه ولكنه ترك الباب مفتوح يعني أنه مش أنه نتطمن على الأخير أنه ما رح يصير أي شيء كله يعتمد على التطورات في غزة نحن هذا الواقع إذا إسرائيل عمل شرطين شرط للتطور الحرب بغزة إذا كملت تدمير إذا عملت غزو بري إذا لهلأ ما قدرت تقدم يعني بعد على حدود غزة وبعض الأحياء داخل خان يونسو تاني شغلة إذا فكرت إسرائيل بمغامرة عم يخبرون في قوة ردع هو هيدا اللي بسميه قوة الردع بوجه الصعيد اليوم نحن لبنان جبهة مساندة وأنا هكي برح بي مقالة إليه كتبت أنه جبهة مساندة قبل ما يحكي سيدنا صلى لأنه دايما دايما كان حتى بالحروب العسكرية كان في دول مساندة ودول مواجهة هلأ المواجهة بفلسطين صح الدول المساندة بالساحات التانية وهم تشتغل أول شيء هلأ بجغرافية الحرب هل تتوسع خارج نطاق شريط الحدودة هون السؤال أنا برأيي حسن نصلى ترك الاحتمالات مفتوحة وما حدا يقول والله ما سند حتى حماس مش طالبة هي عم تخوض المعركة حماس يعني نحن حضرتك سميت هذه الجبهة هي جبهة مساندة نعم البعض كان عم يعتبره أنه جبهة اشغال يعني للعدو استنزافينا كمان نقول يعني وقال بخطابه بالأمس السيد حسن نصر الله أنه قديش يعني هذه الجبهة شكلت يعني اشغال لهذا العدو وقديش اضطر أنه يقسم إذا بدنا نقول جيشه ويبعث يعني فرق إلى هذه الجبهة هاي دول الفرق كيفية ويكونوا اليوم بحرب بالحرب البرية على غزة يعني وحدة السحات اللي كله أنه عم بقولوا وين إنا وين المقاومة وين وحدة السحات اليوم كلها موجودة اليوم بالعراق أيضا والتطور الجديد والقصف اللي عم تقوم فيه أيضا جبهة العراق اليوم اليمن أيضا ودخوله يعني كلها هيدا بتجاوب على أسئلة وحدة السحات بعدين الحرب حربين يعني أول الحرب والحرب الفعلية قالت سيد حسن هي ضد الأمريكيين لأنه هني أصحاب القرار بالحرب يعني لمن بيجي بايدن بعد يومين من عملية طوفان الأقصى بيجي بيرجتين جيرالد فوردو أيزنهاور بـ 8 مليارات دولار دغري وهلأ طالب لهم 14 مليار وطالب 106 مليار هو مع أوكرانيا وهيدا في رفض لأله بالكونغرس في رفض أنه إحنا لا بنا نتفعل أنه المكلف الأمريكي بكفيه وفي اقتصاد أمريكي كمان مهزوز صح تاني شغلة جاب ألفين جندي في ألفين جندي البعض عم بيقول أنه هولي تحت عنوان تحرير الرهائن الأمريكيين الموجودين بغزة بس هني على الأرض عم بيشاركوا بالحرب بالحرب هني على الأرض عم بيشاركوا بالحرب إضافة إلى طائرات الاستطلاع إسرائيل دون المساعدة الأمريكية وهي دي بكل حروبة بغلسية حرب 73 حتى بالحرب 2006 على لبنان استعانت بجسر جو كمان إسرائيل وجابوا للأف 35 بعتقيد وقندليزا رايس مثل ما أجل جوي بايدن مثل ما أجل بلينكين بلينكين تالي وزير خدرية تالي تزيارة لإسرائيل صحيح لقلهم وإجابي أول شيء إجا قال أنا بصفة يهودي أولا صح لذلك هذا الأرار الحرب أرار الحرب هو أرار أمريكي بامتياز إسرائيل فعلا هي أداة مش إسرائيل حكمة في اللوبي اليهودي له تأثيره المحافظون جدد ولكن الأرار هو أرار أمريكي لتنفيذ مشاريع أمريكية بالمنطقة يعني لذلك شفنا بالأمس يعني بخطاب السيد حسر نصر الله شفنا التصعيد كان للولايات المتحدة الأمريكية وتوجه له مباشرة وكانت التهديدات يعني عم بتكون لألة ولكن البعض يعني يطرح يعني مدال مازال يعني هي بالواجهة وإسرائيل المنى إلا الأداة يعني هل يهدد اليوم السيد حسر نصر الله لأولايات المتحدة الأمريكية طبعا طبعا بالمباشرة بالمباشرة ومحور المقاومة عم بيمارس هل الأمر بالعراق بالعراق الحجد الشعبة وفي حزب الله العراق أيضا كمان كمان بيمارسوا والأمريكان يعني وهني الأمريكان هني عم بيقولوا المسؤولين من بايدن وكل اللي معاونينه عم بيقولوا ضد توسع الحرب يعني ضد توسع الحرب بمعنى أنه مطل القواعد والمصالح الأمريكية وهيدي هيدا الشعارات أديمية يعني مرفوعة من زمان بالعالم العربي اليوم أمريكا هي التي تقرر هلأ إذا قالوا بنتنياهو وقف الحرب عم بارع جاب لامكن قالوا ما توقف الحرب بارع بالمستشار بالبيت الأبيض كمان عم بيقول ما تشعر نوقف الحرب إذا هلأ عم بيقولوا إذا وقفوا الحرب هلأ حماس ربحيت هني العنوان الحرب صحق حماس هذا التنظيم مش موجود وهني هايك إجوا وقتها وشفنا شو صار طب ولكن هيدا الهدف اللي لقلون اليوم واللي هو سحق حماس إلغاء حماس عن الوجود إلغاء من الوجود اليوم أديش قادرين يلغوا حركة حماس هذه الحركة الجهادية من من الوجود يعني أديش يعني كمان هيدا يعني أهداف في اليوم أديش صعب أنه تتحقق هي حماس حماس هي نتاج فكر الإخوان المسلمين وهلأ بتتتفق معهم بالعقيدة بس هلأ هني مقاومة يعني يوم هلأ من تحدين هني والجام وكل الفصائل الفلسطينية في هذا عم ننظر للموضوع من نظار أنه في مقاومة عم بتقاتل صح وليس فقط حماس اليوم في فصائل في الجهاد في فصائل حتى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يعني اليوم كل فصائل المقاومة في تنظيمات من شقة عن فتح المركزية كمان موجودة على الأرض القيادة العامة أغلب فصائل أو ما يسمى كانوا يسمون جبهة الرفض أو التحالف الوطني الفلسطيني اللي هو رافض لاتفاق أصله ورافض لسياسة منظمة التحرير حتى بقلب منظمة التحرير مثل الجبهة الشعبية والديمقراطية من خرطين يعني مع الشيء في أصله بالنسبة لألون حتى عناصر من فتح حتى عناصر من فتح بين الشرطة الفلسطينية عم بيقاتلوا وعم بيسندوا وعم بيجيبوا سلاح للمنطفدين بالضفة الغربية وعم يوقفوا مع شعبهم لأنه هضيتهم وعرفوا أن السلام ما جاب لهم شي ما أعطاهم دولة أعطاهم سلطة ما أعطاهم دولة يعني أبو مازن مبسوط بالسلطة بس مش عدولة هذه المشكلة صحيح لذلك اليوم حل الدولتين عم ننقل لها موضوع تاني حل الدولتين مش هو الحل لأنه أبو مازن ما أخذ دولة دولة ما إلى عاصمة عاصمة قاعد برام الله والأس الشرعية لازم تكون العاصمة المستوطنات هو تركوهم مفوضات نهائية يعني قاعد أبو مازن أو المنظمة للتحرير أو الاتفاق أصله اللي حتى أبو عمار اللي يرحموا بآخر أيامه قاعد بالمقاطعة برام الله وبلش يتوجه ويقبط مثل ما بيقولوا لشباب فتحت يقوموا وروحوا ويعملوا عمليات ومنهم البرغوتي مروان البرغوتي الموجود بالسجن وأحمد السعداد أمين العام جبهة شعبية موجودين كلهم موجودين بالسجن بسبب المقاومة يعني إسرائيل هاي عملية طفان الأقصى أهم شي فيها أهم شي فيها أنه أبقت فلسطين قضية مركزية سواء قبلوا بعض الأنظم العربية أو ما قبلوا بعض الأنظم العربية رجعت فلسطين من الخمس السبعين سنة ما نست فلسطين اذكروا فلسطين اذكروا فلسطين هلا اللي بيحب هذا الكلام ولا ما بيحبه هيدا عدو استيطاني استعماري عنصري بني جدار بفلسطين عم بيقوم على مزاعم وأساطير طوراتية تلمودية صح أنه هيدا الأرض ما فيها شعب ونحن مش موجودين نحن مش موجودين بدوا حولنا لشو الزاز شو الزاز أرض لذلك هيدا المعركة معركة مفصلية معركة وجودية اليوم معركة مصرية بالنسبة لي يمكن لإسرائيل واليوم مشان هيك عم نشوف الأمريكي يعني هو وراء إسرائيل أو قدام إسرائيل مش وراء إسرائيل بهذه المعركة يعني حتى إذا بدنا نقول يعني واعتبرها أنه هي مصرية لوجوده مشان هيك عم نشوف فيها المستفحيل ستأمل قال بايدن عفوا قال بايدن نحن جينا جايبين سلاحنا وزخيرتنا وبوارجنا وجنودنا كي يدافع عن بقاء إسرائيل وإذا إسرائيل مش موجودة يجب أن نجد إسرائيل لمن كان تتسمى إسرائيل بالمصطلحات الوطنية اليسارية أنه هي مغفر أمامي للأمبريالية لأمريكا هو فعلا إسرائيل مغفر مغفر أمامي موجودة لحماية مصالح مغفر بحركون مغفر أنه والله هذه الدولة العربية بحركوا ضدهم أنه انتبهوا في إسرائيل وهي أغلب الأنظمة خافوا من إسرائيل ووقعوا تحت القرارات الأمريكية بزيارة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية بالأمس حضرتك عم تقول أنه هو اللي ما قبل أنه وقف إطلاق النار ولكن مثل ما فهمنا من هذه الزيارة كان عم يطرح موضوع الهدن الهدن أما لا البلد طرحت الهدن حكوا مع كثير من الدول السيما قطر حكوا مع لكن إسرائيل رفضت إسرائيل رفضت لأن إسرائيل يعني هذه المعركة الأخيرة معركة في حدا بده يربح بده ينتصر لأنه حتى ما فيه إلى حل سياسي حتى ما إلى حل سياسي في نتنياهو يطلع منها المعركة ربحانه بيعمل ملك إسرائيل يطلع منها ويفوت على الحبس صح فوت على سجن لفساده أولا واللي توريد إسرائيل بحروب وتشريد يعني اليوم هذه أزمة وجودية لإسرائيل ولا نتنياهو يعني كل شي اليوم هذه المعركة يعني بدنا نشوف هذه النتائج اليوم وخصوصا نحن مبارح سمعنا سيد حسن نصر الله أنه أن تنتصر حماس يعني اليوم أيضا محور المقاومة لن يترك حماس تنكسر أو تنهزم أمام العدو الإسرائيلي صح؟ طبيعي طبيعي يقول هاي اليوم يعني مقابل يعني هالقوتين مقابل بعضهم اليوم بدنا نشوف يعني كيف ستنتهي اليوم بزيارته لابلينكن تأرجع لابلينكن يعني شو قدر يحقق من خلال هذه زيارة وماذا يطمح اللي هلأ بده يعمل كمان اجتماع لوزراء الخارجية العرب أيضا شو بده يطرح هل بلش بالحل السياسي يعني اليوم قبل وقف اطلاء النار قبل الهدنة لا لا ما اجي قبل بمرة ما اجي قبل بمرة اجي بايدن بده يجتمع برئيس السيسي والملك الأردن وأبو مازين بالأردن صارت قصد المستشفى مع مداني مستشفى المعمداني ما اتوشه استحوا اجلوها هلأ جاي بلانكن بده يقولهم بتكونوا بصفنة انتوا معنين عملية اتفاقيات سلام انتوا هده بتكونوا بصفنة 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 بشو بقم بالحل السياسي لا لا حل السياسي حل السياسي هنه شو هذا ما الحل السياسي الرئيس السيسي قال انه عم يطرحوا علي انه يستعبلوا غزة سكان غزة يستعبلوهم بسينة هذا ويخلوا غزة والملك أيضا الأردني من زمان خايفين تصير ضف الشرقية الوطن البديل مزبوط للفلسطينيين ويخلوهن الضف الغربي وباعتبار انه هاي الضف الشرقية هي من ضمن فلسطين هي أرض فلسطينية بس وقتها انوها بيتل عمل شرق الأردن بتقسيم المنطقة وبتوزيعها ل يعني اللي كان موعدين بانه والله بدون يعملوا تكون الوطن بديل يعني ايه تكون الوطن البديل هاي من السبعينات هي مشروع ألون بسموه مشروع ألون أوك الوطن البديل والتوطين في المشروع الإسرائي اللي بيقوم على الوطن البديل وعى التوطين ومنح حق العودة للفلسطينيين وقتها بلبنان انطرح توطين الفلسطينيين انطرح موضوع توطين ومازال مطروح مزبوط مازال مطروح دايما يعني هذا المنهق بدال ما يقوموا بعض الأطراف اللبنانية يهجموا أصحاب المشروع التوطين اللي هن الإسرائيليين قاتلوا الفلسطينيين رفضين فهن بلبنان الحرب الأهلية بصيروا يعنوا للشعار انهن انه ابو عمار بده يعمل دولته باللبنان مش صحيح هذا الكلام يعني صحيح له سلطة كان بسلاح ولكن عمليا مشروع التوطين مشروع السرائيلي انه بتحارب المشروع اساس المشروع ما بتحارب نتائجه وتبعت وبيّنت انه ايه بهمة يعني هيدا التوضيحات اليوم طبعا لانه فيها لغة كتير كبيرة لا انت بتحارب التوطين اليوم اليوم مثلا نحن ما منقول اللي بيجي واحدا بيقلك بنطبق الارار 1701 وبتوقف الحرب يا حبيبي في الارار 184 تقصين فلسطين وقته وقصة موه وعملوا الضف الشرقية والضف الغربية اخرت فلسطين 48 الكيان الغاصيب والضف الغربية كان بادارة اردنية وسينا وغزة كانوا بادارة مصرية طيب عملة 67 الحرب صح اخدتهم كله من الانظمة العربية ومن جيوش اليوم اليوم نحن للميه وعبا وتسعين حق العودة لش انت حربت الفلسطينيين قعدوا من 48 بمخيمات اللجوء بأوضاع اجتماعية واقتصادية ولا زيل وهلأ اي مخيم بتفوت علي بتشوفك كيف عايشين ما بيشوفه هك بدل ما تروح تحارب الأساس تروح على الأمم المتحدة يطبق الميه وعبا وتسعين وهذا طلبني هلأ بالألف وسبعمية واحد والأربعمية وخمسة وعشرين اللي من سحبتوا عملوا تشريد حدودي وكان إلى عملة من اللبنانيين سعد حداد وانطوان لحدوا كلهم عملوا عملة لإسرائيل نحن بـ 82 فاتوا مع لبنانيين بالقتال وفاتوا على صبرة وشتئلة وعملوا 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 طيب هاو كلهم هلأ جايت إلي لـ 1701 ويبعت الجيش أنه ايه نحن مع الجيش في مقولي أنه ايه الجيش لماذا ما سلحتوه ما أصل الحرب في لبنان أصل الحرب بالـ 75 هي العقيدة الختالية للجيش وتسليح الجيش كانوا يرفضوا تسليح الجيش وشعار قوة لبنان بضعفه لذا اليوم صارت قوة لبنان بردعوا بالمقاومة ما بدوا وصحيح هي مش عن عبس وهذا ما عملت عليه يعني الولايات المتحدة الأمريكية واللي هي يعني بنعرف أنه هي مستلمة تسليح الجيش ولكن نحن بنعرف شو بتسلح يعني الجيش اللبناني ولحتى آخر شي يعني صار الجيش اللبناني غير قادر على مواجهات يعني العدو الإسرائيلي نظرا لإمكاناته يعني المحدودة أبو هني كمان القصة هلا منهم بيقولوا يسليح حزب الله صليحه للجيش مش المهم إنه سلحته يعني أنا إذا معي رخصة تسليح حامل الفرد وما بسترجي أويس شو حامل الفرد لا هلا هون بيصير يقول لك مين قالك إنه الجيش اللبناني مش مسترجي أنا عمقول برجع للسؤال هذا اللي بيخدنا على قرار الحرب والسلم في فرق في فرق إنه بتسلح الجيش بوجه عدو طامع بأرضنا نحن الوزاني ما قدرنا استثمرنا مياه والليطاني منعونا من الاربع وستين وكل اللي بيذكر مشروع عبد العال إنه هاو كانت تحت أي عنوان كانت فوت على مطار بيروت مين وستين فجريت تلتعش هالطيارة الميديليست شو حبيبي شو المعطيات أنت متكل على الأمم المتحدة كان ريمون قدي الله يرحم يقول نجيب البوليس الدولي إجا البوليس للأمم المتحدة هلأ القوات الدولية بتمنع إسرائيل منعت القوات الدولية نفذت أول شيء الأربعمية وخمسة وعشرين وتركت إسرائيل تنسحب من شريط الحدود اللي احتلته جنوب الليطاني بالأربعمية فاتت إسرائيل بـ 82 والأربعمية وخمسة وعشرين موجود خرقته هل هي إسرائيل يعني ولا مرة قطقت يعني هذه القرارات الدولية أصلا مش قريقة لهذه القرارات يجي عم يخبرني ببوليس دولي كان بوليس وقوة لبناء بضعفه وعلاقاتنا الدبلوماسية واتصالاتنا لا حبيبي لا في تاريخ أنت ما فيك تزور التاريخ ما فيك في ناس تشهدوا مقاومين ما فيك إنه وإسرائيل فلت من أول دولة عربية هي لبنان بدون قايد أو شرط نحن اتفاق 17 أيار كان نموزج سقط هذا هذا الفكر هذا شو كان نموزج عن شو يعني الاستسلام يعني معهد سلام بعد ما السادات توقع قالوا دقر اليهود إسرائيلية مع عملاء لقالهم أن الدولة التانية اللي بتوقع هي لبنان ومصاري لكن في مقاومة طبعا مش ببطولاتك مش السيادة سيادة إلى شروط يعني شو بدوا ينقال عن إسرائيل يعني دائما اللي هي ولا مرة أصلا اعترفت بأي قرار يعني وأصلا الأمم المتحدة يعني نحن بنعرف يعني بالفيتويت الأمريكية يعني كيف مسيطرة على قرار الأمم المتحدة وهي يعني 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 مثل ما بيقولوا فيه أحادية بقراراتها ودائما تصب إلى جانب إسرائيل وليس إلى الدول يعني اللي عم بتعاني من الاحتلال الإسرائيلي اليوم يعني هيدا اللي يجي أنتوني بلينكين يعني عم بيحاول أنه يقوم فيه يعني هذا هو المخطط الأمريكي اليوم رجع الحديث شوي يعني عن موضوع حل الدولتين بالنسبة لي الفلسطينيين اليوم البعض عم بيقول أنه أوكي ما بعد هذه الحرب كيف رح تكون يعني الأمور وكيف رح نوصل عم بيقولوا أنه رح يرجعوا هيكي يحيوا اتفاقية حل الدولتين بطريقة ما مع بعض الإصلاحات فيها يعني بشكل أنه تضمن أو تحفظ ماء الوجه بالنسبة لإسرائيل بالنسبة لحماس يعني اليوم في بعض التعديلات منها تحجيم حركة حماس ونزع سطوطة مع عدم انهيئة وتسليمة اليوم أنه ما لبدون ننهوها على الأخير وتسليم مسؤوليات سياسية إلى جانب حركة فتح يعني وتسليمة لحماس أنه أيضا مسؤوليات سياسية مثل ما حركة فتح عندها هذه المسؤوليات طبعا في العودة عن خطة توصيع المستوطنات لأنه كله ضمن حل الدولتين وتفكيك أخرى في عنا أيضا مشكلة القدس اللي هي يعني أم المشاكل قديش يمكن تدويلها خصوصا بعد عمليات التطبيع اللي حصلت بحيث أنه بتتواجد فيها قوات عربية ودولية قديش اليوم بعد سبعة تشرين الأول هيدا الطروحات باتت جدية ومقبولة اليوم لدى الفلسطينيين عملوا اتفاق أسلو كان أبو عمار مضيب بعهد جيمي كارتر وربيين وقع معه بالتلاتة وتسعين بعدين بالأربعة وتسعين اغتلوه أنه تخلى عن أرض طورات يهوزا والسام يهوزا ضد الغربية جينا بالألفين واثنين مبادرة العربية للسلام لطرحها الملك عبد الله أنه الدولتين كان أبو عمار كان أبو عمار محاصر بالمقاطعة عبر مالله والانتفاضة بلشت يعني شو حل الدولتين طيب راح أبو مازن هذا وإيام مرة علق العمل به هذا والأمريكان بطلوا يستقبلوه العرار هو أمريكي لأنه هن يراعين السلام ما في أمم المتحدة وإسرائيل أصلا يمكن ما كانت راضية فيه لموضوع حل الاتفاقية حل الدولتين يعني العرار كان ريخ بين فيه الولايات المتحدة الأمريكية ولكن رفضته إسرائيل وما زالت إسرائيل بترفضه لأنه هذا خارج الفكر اليهودي الصهيوني اللي بيقوم أنه دولة دولة إسرائيل من الفورات إلى النيل إسرائيل لم تصغر صارت إسرائيل صغرى عم نتجي دار هذا دليل ضعفة أنه كمان إسرائيل محققت أهدافها لكن محققت يومنا عم نشوف إسرائيل كيف قدمت يعني الأراضي الفلسطينية واللي كان معطى للفلسطينيين كله هلأ صار بس في فرق عم بيروف لإسرائيل في فرق ما أنه ما يكون حدا قاعد وساكيد وما عم بيحرك ساكن مثل ما صار بالـ 48 كان قبل 48 كان في ثورة فلسطينية كان عز الدين القسام على اسمه هلأ كان قاية ثورة سعيد العاص الحسيني مفتي الإدس يعني كان في ثورة فلسطينية ثورة شعبية كانت قائمة بوج ضد المشاريع اللي كانت عم بلشت من وعد بلفور أنه هاي أرض بدون يعملوا فيها دولة دولة العبرية دولة إسرائيل فإذا مش أنه والله ما فيه جزور للمقاومة قبل حزب الله وقبل كل قبل ما تكون ثورة الإيرانية أو الخمينية يعني من الـ 48 نبلش يعني هذا شعب قصد اليوم حل الدولتين طيب عرار 48 عرار 48 تقسيم عطت دولتين ملتزمت في إسرائيل احتلت عرار عرار 24 بيطلب من إسرائيل انسحاب من الأراضي المحتلة يعني الضفة والجولان وسينة أستاذ كمال خلينا بدأ توسع بهذه الفكرة ولكن نسمح لنقل لقاعة التحرير نسمع موجز أخبار من الزميلة لحيدورة ومنعود لتكملة حديث نتفضل ليلة نعم شكرا لك أمل أهلا بكم إلى هذا الموجز تصعدت تواتيرة القصف الإسرائيلي عند الحدود لبنانية الجنوبية فاستهدف العضو أطراف بلدات عيت الشعب والجبين والمناطق الحرجية بين ناقورة وارميش وكفر حمام وكفر شوبة وكما استهدف منطقة اللبون الواقعة بين ناقورة وعلم الشعب بالمقابل لردة المقاومة مستهدف عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية وكان أعنفها لموقع جل العلم وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه لليوم التاسع والعشرين مستهدفا المزيد من المدارس التي تأوي النازحين ومحيط المستشفيات وطالت غارة اليوم بوابة مستشفى النصر للأطفال شرق مدينة رفح فاستهداف هو الخامس منذ بدء العدوان ومحيط المستشفى الاندونيسي شمال غزة ومستشفى القدس غرب المدينة ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحة كما غار طيران الاحتلال على مدرسة الفخورة للأونروا في معسكر جباليا شمال قطع غزة والتي تأوي بداخلها العشرات من النازحين وذلك بعد ساعات على استهداف مدرسة أسامة بن زيد حاصدا عشرات الشهداء استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ظهر اليوم في قصر الاتحادية في القاهرة وشرك في الاجتماع الوزير عباسة كامل وسفير لبنان في مصر وجامعة الدول العربية علي الحلبي في خلال الاجتماع عبر رئيس الحكومة عن تقديره لوقوف مصر الدائم إلى جانب لبنان ودعمها له على كافة الصعود وقال إننا ندعم موقف رئيس المصري برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم وسعيه لإيجاد حل يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والعمل تاليا على إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الفلسطينيين في أرضهم ودولتهم المستقلة وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد اجتمع في عمان صباح اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وكان ميقاتي قد أكد خلال الاجتماع أولوية العمل التواصل إلى وقف إطلاق النار في غزة لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر هناك وكذلك العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان بدوره شدد وزير الخارجية الأمريكية على أنه يبذل جهده لوقف العمليات العسكرية لغيات إنسانية على أن يطرف كذلك مع بدء البحث في معالجة ملف الأسراء هذا كان كل شيء حتى الساعة عودة إليك أمل شكرا لإلك لارا حيدورا على هذا الموجز مشاهدينا أبقوا معنا بعد هذا الفاصل أيضا عودة لإلكون مشاهدينا لمتابعة هذه التغطية المباشرة للتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة أستاذ كمال كنا نحكي قبل أن يأخذ الفاصل والموجز أنه فيك قرارات دولية كثيرة اليوم ولكن يعني مش إسرائيل ما عم تلتزم بهذه القرارات صح لا إسرائيل والدول العربية غيبت قضية فلسطين لماذا أقولك أنا أهمية هذه التوفان الأقصى أنه رجعت فلسطين يعني مثلا 48 بعدما طلع قرار تقصيم 181 عطوا الإدارة للأردن يعني كان الفلسطيني مخصوا إدارة الضفة ومجنسون أردنيا فيه فلسطيني هلا بتلاقيهم فيه أغلبية بالأردن بجنسين فلسطينيا نشوف إداش المؤامرة على إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية المسألة الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين من وين مبلش يعني بدل ما يترجي لهالأرض اسمه فلسطين وموجود يعني هلأ بيبعطولك هلأ كتير بيجي على مواعع التواصل بيجوك طوابع عن فلسطين مطار فلسطين مرفق فلسطين مرفق حيفا كله كله فلسطين الشرطة الفلسطينية يعني هذا بدل ما يقوله الأنظم العربية المتواطئة بينيك الزمان بدل ما يقوله لأ في هاي بلنا بالتقصيب وهي فلسطين الضفة الغربية بإدارة فلسطينية مثل ما هلأ بعد إجوا باتفاقس له عطوا السلطة لأبو مازن ومنظمة التحرير وقبل ما عرفان اليوم اليوم المسألة أنه عم بعيدوا هاي المشروع على في اقتراحات منها اللي هي قطاع غزة يكون بإدارة مصرية مصرية والأردن يعني قبل هذا كله كرمال شطب أنه فيه شعب فيه شعب فلسطيني حتى بصفقة القرن اليوم اللي عملها دونالد ترامب يعني واللي كانت ماشية واللي منها يعني يعني عمليات التطبيع اللي حصلت كمين بصفقة القرن يعني موجود هذا الطرح أنه تسليم قطاع غزة وإدارته من قبل المصريين صحيح طيب اليوم مصر وقفت أمام عملية الترانسفير بس هل ستقف يعني أمام أعطاء إذا بدنا نقول هذه الإدارة كله كله عم بصير لهدف واحد هدف توراتي إذا ما منعرف الأساس جزر الأزمة جزر جزورة صراعنا مع إسرائيل ما فينا نحللها ما فينا نقول شو سبب مشكلة لا حرب حدود ولا حرب سلطة ولا حرب نظام هذه ثابتة اليوم في العقيدة التلمودية التوراتية يعني اللي بدون يمارسوها يعني جزء من اليهود صحيح مدينة الخليل ما بيعتبروها مدينة الخليل ما بيعتبروها فلسطينية ما بيعتبرو في شعب فلسطيني ما بيعتبرو يوم برأيك بلش تطبيق هذه المخططات يعني من خلال حرب قطاع غزة طبعا طبعا بلش تنفيذها طبعا هلأ هني عقيدتهم يعني اليوم في هلأ هني هني عم بيخودوا كمان سراع الوجود يعني ككيان صهيوني غاصم طبعا دولتهم بين سبعين وثمانين سنة. هذا الخراب الثالث مع أول خراب على يامنا بو خزاصر. الخراب الثاني يام الرومان. وهذا الخراب الثالث. وزوال إسرائيل ليس إنه العرب عم بتكبوهم بالبحر. هني عم يهربوا بالبحر. هلأ بعد هاي الحرب طبع غزة. الهجرة المعاكسة. صح صح. الهجرة المعاكسة يعني هني جابوا راحوا صرفات شوان في يهود اخرجين جابوا الفلاشة. عنا اليهود اللي في لبنان اللي كانوا قاعدين وديبوا جميلوا ببعض المناطق. ومعهم جنسيات مبنانية. بعد حرب السبع وستين. فلوا كلهم على فلسطين. لأنه عندهم عائدة دينية. بتقلهم عائدة أرض التوراة. وهي موعودين فيها. بنعموا الإسرائيل الكبرى. ليه ليه عودة المسيح أو يعني ميلاد المسيح الحقيقي. لمجيء الثاني. المجيء الثاني. المجيء الثاني. نفسه. شفت أنا ده وقته بالالفان وثمانتعش بتنا نذكر. سألت إلى موقع مركز اقتراح. طلعت لفوق في قاعدين المرقبين. قلت له هذا مركز شو؟ قال لي لليهود. طلعوا أربعة آلاف وخمسمية بعثين بصوته. إجوا ثلاثة. ما عاش فيه حدا. هذا من السؤال يسألون لي راحوا. كانوا بلبنان. لا ما بقيوا بلبنان. لا ما بقيوا مواطنين لبنانيين. وكانوا عندهم تجارة وهذا. هم اللبلبون بالنتيجة من الشتات يعني. وعادوهن يعني. مثلا من الاتحاد السوفيتي من النهار. من النهار الاتحاد السوفيتي. مليون ومئتين ألف يهودي إجوا. منهم هلأ مسؤولين. مليون ومئتين ألف يهودي إجوا. مليون ومئتين ألف يهودي إجوا. من الاتحاد السوفيتي السابق. فإذن الحل ما فيه شيء اسمه حل دولتين. يعني هلأ عم يطرحوا بتدويل. تدويل. ودخول قوات عربية وأجنبية تكون. لا عطوا حل الدولتين. حل الدولتين. بدوا يكون. أبو عمار طرح حل الدولة الديمقراطية العلمانية بالأمام. التحدي. وقت قال أنه يعيشوا اليهود والعرب مع بعضهم. يعيشوا. طيب هلأ هني حاول يؤدموا حالهم هاي. عنه فوتوا عرب. طيب شو بيطوبوا ببعضهم يعني. فوتوا عرب على الكنيسة. صح. صح. فوتوا منهم على الجيش. فوتوا منهم على هذا. طاعت عنوان هذا. إجه أبو عمار يقول نحن خل نعمل دولة وحدة. نحن وياهم. بعيشوا اليهود كمواطنين مثلنا مثلهم. حتى هذا الطرح. قدام تطرف الدينة. قدام الأحزاب الدينية اللي هلأ بحكومة نتنياهو ظهروا. كان رابين وحزب العمل يسموا حالهم أحزاب علمانية. ولكن هايدي الأحزاب العلمانية بترجع وتنربط بالعائدة الدينية. يعني المتطرفين الدينيين عندهم. أقوى. عم بحاولوا يحاولوا المعركة يبعدوها عن أنه هني صراعهم على فلسطين وعلى قيام إسرائيل كبرى. وشرط قيام إسرائيل كبرى مجيء السيد المسيح. عم بجديد. مثل ما هني بفكره. وانا ما بفكره. طبعا يعني. أوكي. طيب. خليني بس أخذ رسالة من الزميل علي دياب من الجنوب اللبناني. يعطيك العافية علي. إذا فيك توضعنا بالتطورات الميدانية. وخصوصا أنه منذ الصباح يعني اليوم في قصف متواصل. تفضل. أمل يمكن تلخيص المشهد في المناطق الحدودية المحتلة منذ صباح اليوم بالجولة العدوانية التي يمكن وصفها بالأعنف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. بعد ليلة هادئة نسبيا منذ العاشرة ونصف صباحا رقعة الاعتداءات الإسرائيلية طاولت معظم طراف القرى الحدودية المحتلة المحررة على المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة من النقورة وصولا إلى تلال كفرشوبة وكفر حمام والهدارية كفر كلا عديسي الطيب مركبة الآن في هذه الأثناء القصف يستهدف أطراف بلدة حولة أطراف عيترون أطراف مارون الراسر ميش عيت الشعب يستخدم فيها الاحتلال الإسرائيلي السلاحي الجو والمدفعية للمرة الأولى يستخدم سلاح طيران الحربي بعدما كانت الغارات مقتصرة على الطيران المسير أيضا قبل قليل استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية على الطريق العام في بلدة كفر كلا السيارة كانت خالية من الركاب لكن تسببت الصاروخ باحتراق سيارة احتراق كلي أيضا القصف طاول بعض الأحياء السكنية في أطراف بلدة عيترون الشعب حيث أفيد عن تضرر عدد من المنازل المقاومة بدورها ردت صحيحين بدنا نسألك أيضا لأنه اليوم تقول بأنه استهدفنا خمسة مواقع لجيش الاحتلال بالصواريخ والأسلحة المناسبة وحققنا فيها إصابات مباشرة المقاومة بدورها ردت مستهدفة عدة مواقع لقوات الاحتلال لسيما في منطقة العلم وأطراف عيتر الشعب المقابل إلى عيتر الشعب مستخدمة سلاحا نوعيا جديدا بأحد العمليات استخدمة صواريخ متطورة المشاهد أظهرت أن الموقع دمر تدميرا كليا أيضا المقاومة استهدفت ممتازا عسكريا إسرائيليا رفع صباح اليوم قبالت فوق مفوطنة مسكاف عام الممتاز تم إسقاطه استهدفت أيضا مواقع لقوات الاحتلال في لونطولي في موقع الحدب بالقطاع الغربي جملة من المواقع تم استهدافه ولكن كان الأبرز هو ما حدث في موقع جل العلم قبلت ناقورة حيث تهدف بصواريخ متطورة جدا أدى إلى تدمير الموقع كما بيّنت المشاهد تدميرا كليا شكرا لك الزميل علي دياب على هذه الرسالة من الجنوب اللبناني طبعا وضعنا بآخر التطورات الميدانية الحاصلة يبدو أنه في استهدفات منذ الصباح الباكر إذا بدأت إرجع شوي أيضا لحديثنا اليوم لذلك نرى أن هذه الحرب هي حرب مصيرية هي حرب وجودية ولكن اليوم في عنا الطرفين الفلسطيني اليوم لن يرضى بأي هزيمة وفي عم نشوف التحدي أمام الإسرائيل اليوم واحتمالية أي خسارة لأله اليوم نتنياهو يعني مصيره في حال خسارة هذه المعركة مصيره السجن يعني يمكن ناطره لذلك هو يطيل أمد هذه الحرب أيضا برأيك تم يواجه ما سيواجهه طبعا قتالة الحرب ليس لصالح الكيان الصهيوني لأنه الكيان عم بيواجه تنظيم وهيدي عم تقلل وزيادة معه الدعم الأمريكي يعني هاي قداش عم بيقلك ولاش في كان حكم مبارح من كلام السيد نصر الله اللي عم بيقول نحنا بغزة يعني عم يتقلق الصراع طي يعطيه هذا الطابع مشان هايك اليوم نتنياهو وورا أمريكا وبايدن وبلينكين وكلها ما فيهم بقى بعد يتحملوا قدام الرأي العام اللي عم يتحول بالعالم عم يشوفوا مستشفيات الأطفال مبارح قدام مستشفى الأهلي باعتقين قبل مستشفى الميداني قبل كنيسة قبل هذا هذا القتل متعمت حتى داخل الكونغرس الأمريكي فاتوا أعضاء بالكونغرس رافعين إذاهم بالدم ووحدة تقلوا لبلينكين بوجهه فإذا الحرب ما فيها طول هلأ طويلة هي طويلة ما حدا فيها حددها يعني قبل 2014 ظلت 55 يوم عندنا 33 يوم هذا اليوم العام 28 طيب البنك الأهداف شو هو القضاء على حماس قضاء على حماس لا ولكن خففوا كان القضاء على حماس اليوم القضاء على قدرات حماس أو حتى على قادة حماس يعني يعني قادة حماس أي بنك الأهداف بلش ينزل يعني عملوا هذا أيام الفتح كمان ساختموا هالأسلوب كانوا يغتالوا قادة فتح من أبو جهاد أبو إياد كلهم كمال عدوان كمال ناصر هذا الأسلوب وذاته عند حتى المقاومة في لبنان كمان اغتالوا قادتها وضربوا مراكزها بس معا متحقق أهداف يعني بدأ العد العكسي لوجود هذا الكيان هلأ يمكن يقول شو عم يحلم ولا شو عم بدأ مش أنا عم قول مين اللي عم اليهود هني عم بيقولوا هني عم بيقولوا بدأ هني عم يتخوفوا اليوم دايما عندهم هيدا الهاجس عندهم هيدا الخوف ولكن هنلا لا يعترفون بذلك هني لا يعترفون بذلك ولكن الحقائق التاريخ والإرادة الشعوب نحن هلأ شو الفرق بين الماضي والخاضر أنه نحن بالماضي كانت تخسر الجيوش العربية اليوم عم تربح الشعوب العربية بمعنى الشعب العربي المقاومة الشعب غير الفكام وغير ألقات كان يقولك هيدا حرب الشعب هيدا الحرب الشعبية هيدا بيتنام هيدا عملوا الحرب الشعبية كل الدول خاضت الحرب الشعبية لأن الأنظمة هي ما بيطلع من الأمر شيء والجيوش بتم بنع على عقيدة لا قتالية لا تسليح كان يخبرونا عن السلاح الفاسد وكان يخبرونا عن صفاءات السلاح اللي بعملوها وما هذا وبعدين قرار الحرب اليوم بيقلك قرار الحرب والسلم بلبنان لو سلمتي قرار الحرب للمجموعة الحاكمة بلبنان شو بيعملوا قدام إسرائيل بتفوت إسرائيل بتكذر مثل ما فاتت في 82 بتكذر بالحمرة طي يطلع خالد علوان ويطلع النار عليها ويرفعوه بالميكروفونات إننا راح يلولا تطلقوا النار علينا يخيي سقافة الهزيمة أو روح الهزيمة معاش عشي معاش عشي عن بعض الناس روح الهزيمة أنه ما منتصر على إسرائيل دائما فيه مؤادة أنه هلأ لهذا حصد الصلة ما أعلن ما بوسع الحرب هو متآمر في شيء تحت الطولة وإيران وأمريكا وهذا يا خييي كيف أنت يعني تمنياتك شيء وعلى أرض الوقت يا حبيبي ما راح تعمل شيء برحمة معاني اليوم فيه معادلات جديدة يعني لازم يبلشوا يستوعبوها يعني أنه اليوم تغيرت الأمور وما بقى هيدا الجيش الذي لا يقهر هزم يعني هذا الجيش برحم برحمة من سنة من سنة نعمل ترسيم الحدود والسيد حسن قال نحن ورى الدولة ورى الدولة نحن أنا مع التسع وعشرين نقطة تسع وعشرين متش تات وعشرين تراجعوا المهم نحن ورى الدولة شو قالوا اتفاق من تحت الطولة ومعيش في حرب مع إسرائيل وسلم هلأ كان وقت المنهدد أنه طلع المسيّرة وضربت حد الكريش كريش شو كان يعني كله تحت الطولة وكله مؤامرة وإسرائيل لو ما بدت تفل من لبنان ما بتفل وكله كله هايك إسرائيل لو ما بدت تفل ما بتفل هاي ده روح الهزيمة عندك روح المقاومة عند مطرح تاني ما عم يفهموا أنه أنت مهزوم أنت عميل أنت جسوس أنت خائن في خواني بالعالم في خواني في فرنسا كامبيتان في كل الدول في خواني ولكن هني يعني في عندك قصة ميقرأ على الأمور عم بحكي لطارقة مختلفة هدا بدأ لك إذا عم يلا بيردوا على كده أنه عم بيخيي في خواني في خواني بكله وما في خياني هني كمين بيقول لك ليش بدك تخولنا عيني إذا كنا نحنا بخيار السلم نحنا ما بدنا نعيش الحرب نحنا ما بدنا نفت بحروب أنا اللي بقرر ولا بدك تشوف عدوي شو بقرر إذا عدوي هم استهدفني إذا عدوي بده أرضي إذا عدوي سنت لمن عم يترسم حدود بده يعمل دولته إيه لحدودك بالأولة لا ما قاموا طيب مبارح الغجر مبارح الغجر مزار عشبعة عم بشك يقول إنه هي مش لبنانية إيه قال لك يا دكتور سامير جاجان وغيره خرائطه هو هل أدي قراءاته هل أدي قراءاته هل أدي معلوماته هو هل أدي هكي تمنياته هل أدي هذا الشي مدون بالأمم المتحدة ما بقى فينا نعمل شي عفا نعمل أنت ليش بدك إنه إسرائيل دولة مسالمة دولة ما بتأطو الأطفال دولة ما بتعمل مجازية معاملة قانا معاملة كفر يسين معاملة قاسم مش شعب شعب بيعتبر شعوب العالم كلها جوي هو شعب الله المخطات رال عائدة يا عبي رال عائدة اليهودية تتعرف كيف بدك تتعامل مع أشرس عدو إيجا نزرع ببلادنا بوعد بالفور لكننا من دارة عم نحتفيل طيب اليوم عم بيقولو لك طيب عم بيقولو لك إنه شو فينا نعمل كيف بدك تقتلع هذا العدو مقاومة مثل ما عم يعملوا بغزة مثل ما عم يعملوا بلبنان هذا لبنان المقصوم طائفيا اللي كان في حرب أهلية اللي كان وضعه الاقتصادي اللي بدك إيه بتناوي 80 وفاتوا وهللوا وخلاص وناس قالت ما عاش فيه صدنا بالعصر الإسرائيلي وكل التوصفات الصاصة وحدة ببيروت قلت لي كله خالد علوان ومجموعات تانية من أحزاب وطنية غيرت المعادلات وبلشت تدحرش شو اللي عملوا بالداخل عملوا حرب الجبل عملوا حرب شرق الصيدان عملت حروب داخلية حروب أهلية نعمل نظام الحزب الحاكم الواحد شو نعمل إيجوا بنيعملوا 17 أيار سقطوا طبعا كانت سوريا العمق هي اللي داعمي وتغير المسار للألفين إيجوا بالألفين وستة بمشروع أمريكي شرق الأوسط الكبير وقوندوليزا رايس إيجيت قاعدت معهم بالسفارة برأيك اليوم يعني هنا عم يقرأوا بمحدودية يعني طبعا وعم يقولوا لك أنه خلينا نحيد لبنان نحن بلد صغير عنا انهيار مش قدرين نرفوت بحرب هلأ عم يقرأوا بمحدودية اليوم يعني هيدا الموضوع وبأنه في حال هزمة حماس وفي حال رجعوا قدروا يفوتوا على قطاع غزة بيكون الهدف الآخر هو البناني يا رايس عم يقرأوا بمحدودية أنه نحن بنتحركش بإسرائيل أنه واحد أنه تحركش يعني التحرش هذا كيف أنه وقل على طريقة التحرش أنه تحرش أنه مش هيدا أنه إسرائيل بدأ أرضنا بدأ بلادنا بدأ منعتنا نعمل مشاريع الوزانة والليطانة مش أنه هائك أبدا طب إسرائيل هالدولة المسالمية يعني أنت عم تقل لي تيجي هذا حتى وإيجي إسرائيل تعمل نظام بلبنان تابع لقلة يعني مش هذا التاريخ ما عم نخون ولا عم نقول شي هذا التاريخ بيخبرنا شو صار من 40 سنة مش منا عم نحكي من أيام أرتحش هاشتا عم نحكي من هلأ 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 هذا التاريخ ما بيتزور حبيبي كل واحد بده سجيل عدلي كل واحد بده نسلوك كل واحد بده هذا تاريخك بيحكي عن سيرتك وبسيرتك أنت شو أنت بفي قراءات أنا عم بقرأ أسرار حرب لبنان لألام مينار بيخبرك كل تفاصيل الحرب بيخبرك كل تفاصيل هذا كيف وقفين على الخرائط مع إسرائيل مع شارونو مع الضباط الإسرائيليين الناس بالقوات اللبنانية اللي رئيسه نالا سامير جعجا وكان بشير جميل بيغترق خرائط موجودة مش أنا عم بيغترق عم بيخططوا للحرب على الدخول على لبنان الغزو سنة 82 وهم كانوا معهم يعني مش أنا عم قول أسرار حرب لبنان لألام مينار بتقري لحتى ناس كتبوا مذكراتهم من القوات اللبنانية هيدا التاريخ لا ينسى ما عم يتعلموا الدرس طيب وكان لو لكن إذا عم تقول يعني مثل ما عم ينحكى أنه كانوا واقفين معهم للدخول إلى لبنان للتخلص من منظمة التحرير مش منظمة التحرير من شو؟ طيب يتخلصوا من القضية الفلسطينية كلها سوا هلأ أخطأت منظمة التحرير بعدين صارت هلأ مع منظمة التحرير هني مع مازن أبو محمود عباس أبو مازن لأنه محمود عباس مضي مفاوضات مضي اتفاق سلام أبو عمار صاروا مع أبو عمار كانوا ضد أبو عمار بقتل كان مقاوم صاروا مع أبو عمار المساوم لأنه فات بي حل بالحلول السلمية صاروا مع أبو عمار المساوم وفتحوا علاقات وصارت هذا وزيارات وصاروا هذا النموذج بدوا النموذج هذا السلام ليه؟ كثير من الدول العربية ماشي فيه هل هنا بيقولوا لك أننا معاعدة لدينا مشكلة طالما طلع من لبنان مثلا هيدا هي كانت مشكلتهم كانوا عم بحارب أبو عمار صحيح هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني منظمة التحرير طلعت حماس شو بيعملوا هلأ بدوا نشريك مش بلد لحل الدولتين هلأ من ماسك السلطة هلأ بغزة بغزة الانتخابات لألفين وستة أو ألفين وسبعة طلعت حماس ربحة هذا هلأ طبعا دخلوا بصراع ما فتعوا وفللوا الدحلان وفعل صار صراع ما كمان هنا الانقسام وهلأ حتى بالضف الغربية بالانتخابات طيب هلأ الانتخابات ما بتمثل الشعب الفلسطيني شو بدي بعقيدة حماس شو بدي بالعقيدة عم بيحكي هذا أبدوغان أخوان مسلمين بالحلف الأطلسي صح ذكالتناقض يعني صحيح مثلا هني حماس عجائب وغرائب على الولايات المتحدة الأملكية صح بتنسألها منه حماس انقلفت على النظام بسوريا ليجى كلهم تاول هددوا إذا ما بيسكر مكاتب حماس بالألفان وثلاثة للرئيس بشار الأسد طيب رجوا عملوا اعتذار وعملوا نقل زيتي وظاهر في محاور داخل حماس مثل كل مثل كل الأحزاب هني بالمعركة هني عم بيقاوموا منحيي شهدائهم منحكي مش وقت تفتح تمنضيع البوصلة تمنضيع البوصلة لا هني هلأ بالموقع الصح اللي نحن هذا وشعبنا هم ينقتل بغزة وبفلسطين فإذا لازم كل واحد يعمل إعادة خراءة كل تنظيم سياسي كل مجموعة كل طيار بدك تعمل حبيبي اللي كنت شايفه أنت هذا قبل بين سنوات بدك إذا ما بتعمل عملية ناقزاتي بعده بيخبرني بياريح ردوا عنه جماعة القوى النصرية لسامير جعجة على قصة عبد الناصر إنه هيك يعني استهزاء بالعالم استهزاء كان عبد الناصر يحرك الملايين ولمن خسر الحرب سبعة وستين طلع بكل بكل هيك شرفه وكرامي وقال أنا استقاله يعني بخي إذا أنت مرتبط مش هو يعني إذا إذا هالمجموعات معتبر إنه أسرائيل بتشكلها حماية وإنه قبل الغرب بشكل حماية وإنه هلأ أمريكا بتشكل حماية خدوا دروس من التاريخ خدوا دروس من الشعوب بارع بأفغانستان خلقتهم أمريكا رجعوا تردوها طالبان من خلقتهم أمريكا أي اللي خلقت يعني طالبان لأنه كانوا بدون ضد الاتحاد السوفيتي بدون سقطوا الاتحاد السوفيتي راحوا على أفغانستان خلقوا تنظيم القاعدة هذا علمته ربيا نيبالي فلما اشتد ساعده رماني راح أعمل له 11 أيلود بـ 2001 بأمريكا بالأبراج وبكذا يعني وخروجهم أصلا من أفغانستان هني خلقوا داعش حماس عم يصروا حماس أنه يهي داعش إرهابية إرهابية أي بحيي باكو حرام باكو حرام بإنجيريا بأندونيسيا وين بكل الدول بكل الدول موجودة داعش موجودة شو يعني شو عم تفكت شو عم تخبرني صناعة من هاو صناعة من كله صناعة استخبارية أمريكية يستخدمون هذا وبس يخلصوا منهم استعملوا طالبان ضد الاتحاد السوفيتي شوية تركوا هايدي هايدي يعني الدول فيلك الدول مصالح والأمم مصالح ولكن كمان الشعوب حرام حرام الشعوب تتأتل حرام الشعوب تتدمر هايدي عم تدمر غزة لو في أمم متحدة ما بتقول ستوب على شو هاي هي وين اليوم هيدا كله يسأل يعني وين أمم متحدة تاب على مين الأمم المتحدة بحل النزاعات يعني وبالفصل بين هذه الدول مدارس الأونروا اللي هي تاب على الأمم متحدة بين أصفوا علناً مش إنه يعني كنا قبل ما نعرف هلأ الوسائل هلأ سورشال ميديا عم بتبين كل شي ما بقى فيهون يخطوا بقى أنتوا مين أنتوا الأمم متحدة اللي من نشأت الأمم متحدة بالأربعينات وكانت عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى بعد الحرب العالمية التانية حتى تقيم السلام العالمي وتنصف بين الشعوب وتحل النزاعات يعني وعند فيه وراها مؤسسات في محكم الجنائية دولية وين هي الأمم متحدة وين هي الأمم متحدة من المجازر ضد الأطفال ضد المستشفيات ضد الأمم المتحدة 45 موظف وين أمام هذه المجازر 45 موظف من الأمم متحدة بغزة بالأصف صحتيين 38 صحة عيال بيكملها وبيديت وين الرأي العام العالمي وين الضمير العالمي لم تحمر المحكم الجنائية الدولية أمام هذه المجازر اليوم ما حدا بقى له دور ما حدا بقى له صوت ما حدا قادر يفرض أي شيء على إسرائيل هذا اللي منفهمه طبعا لأنه أمريكا لأنه أمريكا واقفة ورها الدولة ظهرت ما عاش فيه المجلس الأمن الدولي ما بيجتمع خلاص انتهى هن يقوم بقائمه حرب ضد روسية ما ديما تسقط كل قرارات وتسقط أمام الفيتو الأمريكي صراحة أنه عم يجتمعوا بها أدمه بها القرارات وبيسقطوا للأسف هذه العنجاهية لا أعرف إلى أين ستصل بكل الدول لا أعرف كيف سيقدروا يكملوا بهذه الطريقة نحن للأسف خلص وقتنا شكرا نيلي شكرا للمشاهدين على هذه المشاركة معنا وإن شاء الله أيضا بلقاءات أخرى وتكون انتهت حرب غزة شكرا لك مشاهدين الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الطغطية شكرا للكون وإلى اللقاء شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين